اهلا بكم من جديد اكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليثة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية اكد الى ان النتيجة المتميزة التي حققها فريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية في ذان ظهور له تبعث على التفاؤل بمستقبل اكثر اشراقا للفريق في البطولات المقبلة اكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد على ان فريق البحرين ميريدا قادم بقوة في بطولات الدراجات الهوائية وما هذا الانجاز الا بمثابة فاتحة خير على الفريق الذي ننتظر منه الكثير في البطولات المقبلة وكان فريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية قد استطاع ان يعتلي منصة التتويج في موسمه الاول في بطولة طواف العالم وذلك بعد ان استطاع دراج الفريق راموناس نارفوردوسكاس ان يحقق المركز الاول في المرحلة الثالثة من بطولة طواف سانخوان وتعتبر البطولة الثانية من بطولات طواف العالم التي يشارك بها فريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية وذلك بعد النتائج الايجابية في بطولة داون اندر باستراليا وهي الظهور الاول له بعد الاعلان الرسمي عن تدشينه وقال سموه في تعليقه على النتيجة التي حققها الفريق تابعت الفريق اثناء مشاركته في البطولة وايقنت ان الدراجين يمتلكون خبرات عالية وهم قادرون على تحقيق الفارق في السباق والوصول الى الانجازات لرفع اسم وعلم البحرين عاليا اشعر بالفخر والاعتزاز بالحصول على اول انجاز لفريق البحرين ميريدا هذا الفريق الذي يحمل على عاتقه مسئوليات كبيرة في الترويج لمملكة البحرين وتحقيق الانجازات باسمها في مختلف البطولات واشار سموه كنت متفائلا جدا وانا اتابع مسيرة الفريق في البطولة كانت جميع الامور الفنية تصب في صالح الدراج راموناس نافار دوسكاس الذي يمتلك خبرات كبيرة في رياضة الدراجات وقد سخرها لتخطي منافسة الوصول الى منصات التتويج التي بات الفريق يتطلع الى الصعود عليها في جميع البطولات التي سيشارك فيها واضاف سموه لقد حقق فريق البحرين ميريدا الانجازات بصورة سريعة جدا نظرا للتخطيط السليم من قبل الجهازين الفني والاداري ونتطلع الى مواصلة الانجازات والاهم هو المحافظة على تلك الانجازات لتبقى متربعة على قمة هرم رياضة الدراجات الهوائية وحث سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نجوم الفريق على التركيز على المستقبل ومواصلة المشوار بنفس الثقة وروح التحدي والمشوار ما زال طويلا ولكن ثقتنا اكبر في دراجي الفريق لتحقيق الانجاز تلو الانجاز